عنوان حلقتنا رفض يفهمني بس قبل ما ابتدي تعالوا نسمع أراء مجموعة من الزوجات اللي فعلا هم حريصات يعني على البيوت بتاعتهم على أزواجهم. هقولوكوا الكلام بتاعهم وهعرض كلام الزوج اللي قال لي بالنص كده أنا كنت بخنها. بصوا كان بخنها بس مش خيانة الكبيرة أنا هتكلم عن نطة دي في آخر الحلقة عشان عاملة قلق كده. أنا كنت بخنها شات مع واحدة تانية. مش خيانة وحشة بس مجرد شات وكلام. يعني دوت برضو. ده وحش برضو. نتكلم عن الكلام ده في آخر الحلقة. لكن خلينا أقول لكم الكلام. ولقيت هي عمالة تكتب وتعمل واجبات لدورات هي مشتركة فيها. كان عنوان الدورة كيف تسعدين زوجك. الرجل قال لي كده. فزعلت من نفسي جدا. زعلت إن أنا بعمل كده. وهي بتكتهد عشان تسعدني. فقررت إن أنا بطل واتوب لربنا. وإن أنا حاول إن أنا عوضت. تمام. ماشي. ده شيء جيد. وجدت من جواك. وربنا عفاه ونجاه وتابع ليه. ده شيء جيد. طيب. نيجي بقى لكلام الزوجة. بصوا. بتقول لي إيه؟ بتقول لي بصي إحنا كنساء. إحنا الناس اللي أكثر إقبالا على حضور الدورات والندوات. إحنا اللي بنسمع المحاضرات بتاعتك. إحنا اللي بنسمع محاضراتك محاضرات أي حد بيتكلم في الإصلاح الأسري أو الاجتماعي. إزاي تخلي بيتك سعيد. إزاي تخلي زوجك سعيد. إزاي زوجك يبقى موسوط. إحنا اللي بنقرأ الكتب. إحنا اللي بنتصل علشان نقود الاستشارة وكذا وكذا. وإحنا اللي بنبحث عن سبب المشاكل. وإيه إزاي نعالجها ونصلح إزاي وكذا. كل ده إحنا اللي بنسع له. هاتيلي كده زوج بيعمل الكلام ده. وبنسع عشان نغير ونتغير للأحسن عشان هو يحبنا وعشان بيتنا تبقى سعيدة وعولادنا والكلام ده. طيب. خلينا يكون صريحة معكم. وأقول لكم قد إيه. إحنا كمستشارين. مش أنا الواحدة. كذا حدي. يعني كتير كتير كلهم. بيعاني لما تجي له مثلا مشكلة أو استشارة. وتيجي أقول للزوجة. طب هاتي زوجك علشان يتكلم. أو يحضروا أنتو الاتنين. بحيث أن أنا أسمع منك. ويبقى هو قدامك. وتسمع من هو قدامك. ونحاول أن نقرب وجهات نظر. طبعا الموضوع ده. يعني أنهم يبقوا قدام بقى ده. دي اللحظة الصعبة في الاستشارة. لأن طبعا كله بيبقى مهاجم التاني. فلازم يبقى في حد حكيم. وعنده خبرة في موضوع التحكيم ده. بيرفض. بيرفض الزوج. طب اقترح عليها بلاش يستي يجي للنساء. اقترح عليها اسم طبيب. مؤتمر رجل ثقة. أنا مؤتمر أقتمنه. وقال لها خليه يروح لفلان. ويتكلم معايا. وقال إنش راضي. بيقول لها بطلي هابل. وإيه الكلام اللي بتعمل. أنا هذكر لكم موقف تقريبا من أكتر من 13 سنة. كنت لسه بدين دراسة موضوع العلاقات والأسرية. والكلام ده. وكنت حضرت ورشة عمل. عنوانها كان كالآتي. ابتكروا طرق مختلفة ومبدعة. ومحفزة لحضور الزوج سيشان الاستشارة. أو لمشاركته فيها. طيب يعني علشان بس إن إحنا نحط حلوله حاجات مبتكرة إنه يحضر. طيب الزوجة زي دي تعمل إيه؟ وتعمل إيه أقتولي. إحنا نعمل إيه أكتر من كده؟ وده كان سؤالها. بتقول أنا بحاول وباكتهد وبفهم وهو محلك سر. أنا باكتهد وبسعى وهو مش حاسس أصلا أني فيه مشكلة. كأن ده وده واقع وإذا كان عاجب. لا. ما فيش حاجة اسمها كده. ما فيش حاجة اسمها كده. كده إنت تأثم لإنك ما إنتش عارف تقيم علاقة ومش عارف تقيم زواجة. ده كمان بقى إيه في نقطة خطيرة جدا. جدا جدا. لما الزوجة بتفهم وتقرأ. ويبقى عندها وعي أكتر من الزوج. وتبقى فهمة المشكلة والجوانبها. وإيه البدائل للحلول. ونجيب حل واثنين وتلاتة. وإيه المرونة في اتخاذ الحلول. وإن أنا أعالجها بطريقة مرينة. مش ما هو كده يبقى الحل. إزاي تتخذ أصلا قرار سليم تتعلم الكلام ده. وإزاي يبقى قرارها سليم ومبني على واقع حياتها هي. مش تقص على حياة الآخرين. وتجي تحضر معانا. وإن شاء الله وتتميز وتسمع الحلقات وتفهم. وهو لا. تعرفين إيه اللي بيحصل؟ الزوجة بيحصل عندها نوع من الإحباط. تقولك يعني أنت ما بتيجي تقولي. إحنا خلصت الحلقة. وبنقفل الحلقة ونخلص. أنا بقول أنا مش عايزة الحلقة تخلص. ومش عاوزاك تخلصي كلام ولا تخلصي كذا. لإن أنا ببقى عايشة جوه الحلقة. كأن شايف حاجة حلوة وجميل. بعد كده بطلع الواقع بره. بتصدم. مش دي اللي أنا عايشة. واقع مر. ليه لإن هي بتفهم وبتحضر. وبقى تعرفها وهو إيه محل لك سير. بقول إيه لنا فيه ده. إيه لي خليني أقول كده. إحنا عايشين في خيال ومش في حقيقة. ليه لإن الزوج في عالم تاني خالص. عالم اسمه التراوة واللم وبلاء. مش فاهم. هو مش فاهم. ومش قادر يفهم احتياجات الزوجة. ولا طبيعة تفكيرها كامرأة. ودائما بركز على الكلام ده. فيحصل الله إحباطه وانتكاسة نفسية طبعا. كأبا بقى وحزن بقى. ليه احتياجاتها غير مشبعة. نفسيتها غير متزن. رغبتها وأحاسسها متدمرة. تفكيرها السلبي لأنها شايف هي بتحاول في الإيجابيات. مش كل الأزواج تاني. مش كل الأزواج لأنه فيه أزواج زي الفل. بس زوجة عمال ياخد منها. ياخد منها. مش بيعطي ولا أي حاجة. ولا حتى أقل احتياج نفسي ليه. والله والله والله. إن الاحتياج النفسي عند المرأة. وإشباعه أهم ألف مليون مرة من المادة. عمال يسحب بس منها وفرحها وفتقطها. وميباليش أصلا. لا بمشاعرها ولا بقى حساسة. المصيبة بقى الأكبر. الكارثة إنه فاكر نفسه صح. ومش غلطان. وإن أنت السبب. وإنت اللي بدأت. وإنت اللي طلعت. ليه اللي هي دربتك على إيدك عشان تعمل الغلط. يعني أنت إنسان عقل ومكلف شرعا يعني. وهي اللي عملت. وهي اللي سوت. وهي اللي بدأت. وهي غلط. غلط. مش دي طريقة الحال. كده أنت مش فيه. عشان كده احنا بننصح إيه؟ بننصح مرة واثنين وتاعة. النهاردة تعال اسمعي الحلقة. هيبقى فيها محورين ليك. وآخر حاجة وصية للزوجة هؤلاء. معلش. معلش. عشان أنا ما بحبش أسيب إيه؟ يعني أسيب ديل كده. وحاجة نقصة في الملأ. إحنا خدنا للأمر. خلاص نقفل الباب ده كله. واده عندكو المحاور كلها رجعوه. وحاجتكو قدام الله عز وجل. اللي يسمع وما ينفس. خلاص أنا طلعتها من عنق. حبتطف أعناق وخلاص. إزاي تعامل. تعالى اسمعي الحلقة دي. واسمع حلقة مبارح. أنا باعتبرها من أفضل الحلقات. ومن أتماء حلقة مبارح دي. وهتلاقى بعنوان. إقوعة تتخلى عنها. طيب. يبقى خلاص النقطة الأولى. أنا كنت بقولها. إن أنا بنبع عليها. إدي مساحة وإتاحة لنفسك. وعطي لنفسك فرصة. إنك تتعلم. يعني إيه إمرأة؟ إيه احتياجاتها؟ زوجتي إيه؟ وكل زوجة تختلف عن تلك. لازم تعرف مفتاح زوجتك إيه؟ إحضر واسمع حلقات بيوت منورة. عندنا أكتر من 500 حلقة. بمش عارفة بكم ألف تقطيع. أي حد. إنت حبه. عرفه. هاته. وهاته يسمع الكلام ده. مش عيب. مش عيب. ما غاب من حضر. واللي جاي متأخر أحسن من اللي مجاش. مش مهم. المهم تعالي مش عيب. المهم ما حصلش يابني فجوة بينك وبين زوجتك. في كم معرفه أو وعي أو معلومات. أو في طريقة عملية خلاص. بقت هي فهمة. واسمع منها. ما تسمع منها خلاصة الحلقات. ما تسمع إيه المشكلة. اسمع منها الفهم والكم اللي هي عرفته. والكم المعرفة. والعلم اللي هي تلقته من الدورات والندوات. وما تستقلش بيها. وما تسمع من الدورات والدورات 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 والدورات